اشتركوا في القناة انت في حاجة لاتباع عدة خطوات تساعدك على علاج ادمان العادة السرية بدون طبيب تدرب بها العقل على عدم التفكير فيها والابتعاد عن اي عوامل تشجع عليها الى جانب تسعة خطوات اخرى ستعرف عنها من خلال الصدور التالية كيف اتخلص من العادة السرية نهائيا التخلص من العادة السرية نهائيا للرجال والاناث يحتاج منك اولا الى الاعتراف بالمشكلة وانك لا تستطيع السيطرة على حياتك او التوقف عن الممارسة ثم القيام بعدة خطوات تساعدك على علاج اضرار العادة السرية اولا لا تشعر بالذنب نعلم كم الذنب واحتقار الذات الذي تشعر به ولكن ذلك الشعور يأتي باثر عكسي لذا اول خطوة للعلاج هي عدم توجيه الكراهية والعقاب لنفسك واعترف بوجود مشكلة وتعامل معها بشكل طبيعي واتبع خطة علاجية تسير عليها حتى تصل للتعافي تام ثانيا حدد هدفا في الاغلب لا تستطيع الانقطاع عن ممارسة العادة السرية مرة واحدة او بشكل مفاجئ لذا ضع لنفسك هدف وقل العدد مرات الممارسة تدريجيا بمعنى اخبر نفسك ان هذا اليوم لن تمارس العادة السرية وزد عدد الايام وهكذا حتى تستبدل سلوكك السلبية باخر ايجابي ثالثا تجنب البقاء بمفردك كثيرا التخلص من العادة السرية يتم بتحديد الاوقات التي يتم فيها الممارسة وتجنب البقاء بمفردك فيها الى جانب عدم اللجوء للسرير الا عند النوم ومن الافضل نقل جهازك المحمول الى غرفة يتردد عليها الاخرون رابعا احذف جميع الافلام الاباحية على الجهاز احذف جميع الافلام الاباحية والصور الجنسية على الهاتف او الجهاز المحمول واصنع كلمة سر للمواقع الاباحية تكون صعبة لا تعرفها بحيث لو راودتك الرغبة واردت الولوج الى تلك المواقع لا تستطيع تذكرها خامسا مارس الرياضة بكثرة التخلص من العادة السرية للفتيات والاولاد يتم بممارسة الرياضة بكثرة حتى يتم استنزاف طاقة الجسم والشعور بالتعب وعدم القدرة على القيام بأي نشاط آخر سادسا اشغل وقت فراغك الفراغ هو العامل الاساسي الذي يدفعك لممارسة العادة السرية لذا اشغل وقت فراغك دائما من خلال ممارسة انشطة وهوايات مفيدة مثل القراءة او العزف على آلة موسيقية اكثر من الخروج مع اصدقائك تطوع في العمل الخيري قم بتربية حيوان اليف سابعا الاستحمام بماء بارد لان وقت الاستحمام هو اكثر الاوقات التي تتواجد فيها بمفردك وتنتابك فيه الافكار المتعلقة بهذه العادة لذلك قم بالاستحمام بالماء البارد حتى تدخل الجسم والمخ في حالة صدمة فلا يستطيع التفكير في اي شيء اخر ثامنا كافئ نفسك الاجابة عن سؤال كيف اتخلص من العادة السرية تتلخص في اتباع نظام المكافآت مع عقلك واحتفل بكل انجاز تحققه وكل يوم انتصرت فيه ارادتك واستطعت التغلب عن هذه العادة حتى تشجع نفسك على الاستمرار في ذلك الطريق تاسعا اطلب المساعدة الطبية من الممكن ان تقوم بالذهاب الى طبيب نفسي لمساعدتك على التغلب على سلوكك المعتاد او معرفة الاسباب التي تدفعك للممارسة اما للهروب من الواقع او مقاومة حالة الاكتئاب وعلاجها اشتركوا في القناة